لما بلغ القصيبي رحمه الله السبعين قال قصيدته البديعة ماذا تريد من السبعين يا رجل لا أنت أنت ولا أيامك الأول جاءتك حاسرة الأنياب كالحة كأنما هي وجه سله الأجل أواه سيدة السبعون معذرة إذا التقينا ولم يعصف بي الجذل قد كنت أحسب أن الدرب مقطع وأنني قبل لقيانا سأرتحل أواه سيدة السبعون معذرة بأي شيء من الأشياء نحتفل أبالشباب الذي شابت حدائقه أم بالأمان التي باليأس تشتعل أم بالحياة التي ولت نظارتها أم بالعزيمة أصمت قلبها العلل أم بالرفاق الأحباء الأولى ذهبوا وخلفوني لعيش أنسه مللوا تبارك الله قد شاءت إرادته لي البقاء فهذا العبد ممتثل والله يعلم ما يلقى وفي يده أو دعت نفسي وفيه وحده الأمل اشتركوا في القليل